أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من السوديو الحدث نفتح فيها عددا من الملفات إضافة إلى موافاتكم بكل الأخبار العاجلة والمسجدة والبداية من اليمن أفادت مصادر حزبية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية هددت قيادات حزب المؤتمر الشعبي الخاضعين لها في صنعاء بحل الحزب واتخاذ إجراءات اجتثاثه ومحاكمة قياداته بتهمة الخيانة الغظمة يأتي هذا ردا على قرار غير معلن اتخذت قيادات المؤتمر الشعبي بتعليق مشاركتهم في حكومة الانقلاب الحوثية وأبلغت قيادات المؤتمر الشعبي ميليشيات الحوثي بأنهم غير مستعدين للمضي في الشراكة معهم في ظل عدم التزام الجماعة بوعود سابقة قطعتها بإعادة أموال الحزب المصادرة مزيد من المعلومات مع طوني مزرواني طوني إليك نعم محمد إذن كشفت مصادر حزبية في صنعاء أن قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام المتواجدة في صنعاء والخاضعة لسطوة ميليشيات الحوثي أبلغت قيادات حوثية بأنها غير مستعدة للمضي في شراكة معهم بحسب جريدة الشرق الأوسط فأن الميليشيات الحوثية هددت قيادات حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء بحل الحزب واتخاذ إجراءات اجتثاثية ومحاكمة قياداته بتهمة الخيانة العظمى هذا التطور جاء بعد أنباء عن قرار غير معلن توصل إليه قادة المؤتمر الشعبي حيث أقر فيه تعليق مشاركة الحزب في حكومة الإنقلابيين غير المعترف بها دوليا رغم خضوع قيادات المؤتمر الشعبي الذي أسسه الرئيس الراحل صالح لسطوة الميليشيات بالترغيب والترهيب واستمرارهم في شراكة معها في حكومة الإنقلاب فأن الميليشيات تستمر في تهميشهم وأقصى الكوادر المحسوبين على المؤتمر يشار إلى أن الجماعة الحوثية دأبت على فرض أشخاص موالين لها في كافة المؤسسات في كافة اليمنية بما فيها مؤسسات التشريع والقضاء والأجهزة الأمنية والحكومية إذن كما أصدرت قرارات وقوانين غير شرعية تتيح لها نهب مزيد من أموال اليمنيين وآخرها قرارها بإنشاء هيئة للزكاة تفرض عبرها أخذ خمس أو خمس الأموال لصالح زعيمها عبد الملك الحوثي وتوزيع المتبقي على عناصر سلالة هذا كل شيء محمد عود لك شكرا لك توني من القاهرة معي القيادي في حزب المؤتمر عادل الشجاع سيد عادل أهلا بك هل أعلنت الحرب رسميا من قبل الميليشيات على حزب المؤتمر الحرب أعلنت على حزب المؤتمر منذ الثاني من ديسمبر حينما أعلن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح فك الشراكة مع هذه الجماعة الإرهابية إلا أنها استطاعت أن تختطف وتعتقل القيادات المتواجدة في العاصمة صنعاء وستمرت هذه القيادة تحت الاعتقال وحاولت هذه الجماعة الإرهابية أن تمارس كل شيء باسم الحزب ونحن حاولنا كقيادة في الخارج أن نتواصل مع المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي لتوفير حماية للقيادات الموجودة في الداخل وفي الآوينة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة شعرت هذه القيادات بأنها في مأمن إلى حد ما من خلال المجتمع الدولي فأعلنت ولو بشكل غير معلن حتى هذه اللحظة بفك الشراكة مع هذه الجماعة الإرهابية التي أيضا هي في الأيام الأخيرة تعاني من انهيارات داخل صفوفها في مختلف الجبهات على مستوى الأرضي وأيضا هناك اختلالات على المستوى السياسي نعم طبع كيف يمكن للمؤتمر الآن أن يواجه مثل هذا البطش الميليشياوي تجاه أعضائه هذا القرار لا بد أن يخرج إلى العلان والمجتمع الدولي هو المعني الآن بحماية هذه القيادات بحماية حزب المؤتمر الشعبي العام كحزب مدني يتواجد على الساحة اليمنية في ظل وجود الميليشيات ومنها ميليشيات الإرهابية ميليشيات الحوثي نحن التقينا بسفراء الدول دائمة العضوية والتقينا أيضا بالمبعوث الأممي وطرحنا عليهم قضية حماية قيادة المؤتمر في الداخل وهم أيضا حملوا هذه الرسائل إلى جماعة الحوثي الإرهابية وأعتقد أنهم مارسوا ضغطا إلى حد ما على القيادة فقط في الداخل أن تستمر في هذه الدعوة ولن تستطيع هذه الميليشيات الإرهابية أن تمارس ضغوطا أكثر من الذي مارسته في الأيام الماضية طب إذا كانت هذه الميليشيات يا أستاذ عادل تتعرض للهزيمة تلو الهزيمة كان من المفترض أن تكون في أمس الحاجة إلى وقوف مثلا من تبقى من حزب المؤتمر معها عندما تستغني وتعلن الحرب على هذا المؤتمر على ماذا تراهن هذه الميليشيات وخاصة أن تتعرض إلى انهيارات مختلفة هذه عصابة تقوم على منطق قانون العصابات وهي تدرك بأنها ماضية إلى مصيرها المحتوم إلى نهايتها المحتومة وبالتالي هي أمام خيار المواقهة حتى آخر طلقة هي تدرك تمام الإدراك بأنها انتهت من الوجود السياسي ومن الوجود المجتمعي ومن الحاضنة الشعبية وليس أمامها من وجهة نظرها إلا المواجهة حتى آخر الطريقية تدرك بأن القوى السياسية ومنها حزب المؤتمر الشعبي العام لم يعد شريكا حقيقيا لأن الشراكة كانت قائمة في بداية الأمر على العمل بدستور الجمهورية اليمنية وعودت مؤسسات الدولة إلى ممارسة نشاطها المدني بعيدا عن هذه الميليشيات لكنها لم تفي بالتزاماتها فأدركت بأنها لا تستطيع مواصلة هذا الطريق وتدرك تماما أن المؤتمر الشعبي العام منذ الثاني من ديسمبر فرض هذه الشراكة ولا يمكن العودة مقددا للعمل مع هذه الجماعة الإرهابية وبالتالي هي تراهن على المضي نحو مصيرها المحتوم سواء باستمرارها بإقصاء المؤتمر الشعبي العام أو حتى ببقائها مع المؤتمر لأنها تدرك تماما الإدراك أن المؤتمر الشعبي العام لم يعد شريكا حقيقيا لها نعم طب كيف يمكن لأعضاء المؤتمر الشخصيات البارزة في أن يكونوا في فكاك وحل من الميليشيات خصوصا أن كثير منهم مازالوا يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات بمعنى أنه قد يتعرضوا إلى أذى إلى اختطاف إقامات جبرية اعتقال تنكيل نعم القيادة جميعها تعيش حالة من الاعتقال والإقامة الجبرية وفي اعتقادي بأن اللحظة الراهنة لحظة موادية لصنع بطولة حقيقية لهذه القيادات خاصة وأن المجتمع الدولي أصبح على قناعة تامة بأنه لا بد من حماية هذه القيادات وفي اعتقادي لم يعد من الممكن لهذه القيادات الصمت أكثر مما صمتت هي في لحظة تاريخية يمكن أن تصنع هذه اللحظة التاريخية لبطولات قادمة لإخراج اليمن من هذا